موسيقى ما مقدارها مقدارها صاع من الطعام وهنا أذكر لكم لطيفة فقهية النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إخراجها صاعا من الطعام فوحد المعيار صاعا مع أن الأطعمة تختلف وقيمها تختلف الشعير غير البر في القيمة غير التمر في القيمة لكن وحد المعيار ماذا يفيدنا هذا؟ هذا يفيدنا أن القيمة لا مكان لها في زكاة الفطر إذ لو كان للقيمة مكان لما وحد المعيار بل ينظر إلى القيمة فيكون الأرخص يخرج منه صاعان والغالي يخرج منه صاع واحد ما جاء هذا في السنة إذن القيمة ليس لها مكان في زكاة الفطر ما مقدارها بالوزن؟ اختلفت تقديرات العلماء اليوم يصعب الصعب الناس اليوم تتعامل بالميزان ولذلك اجتهد العلماء في تقدير وزن الصاعي وأقل ما وقفت عليه من التقديرات هو حوالي كيلوين وربع تقريباً نعم بعضهم يعني أوصل التقدير إلى 1600 جرام لكن هذا ضعيف وبعضهم جعل لكل شيء وزن التمر كذا المكارونة كذا الرز كذا البر كذا وهذا أيضاً ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحد المعيار صاعاً وأعلى ما وقفت عليه من التقديرات ثلاثة كيلو أن الصاع ثلاثة كيلو وهذا أحوط ما يكون ثلاثة كيلو ثم إنه يشمل جميع أنواع الطعام يعني أعلى ما يمكن أن يصل إليه الطعام الصاع أن يكون ثلاثة كيلو ويمكن أن يكون أقل لكن التحقيق عندي والله أعلم أن الوزن الذي يقارب ويشمل جميعاً ما هو مطلوب أن تخرج منه زكاة الفطر هو كيلوين ونصف هي بالتقدير عندي أقل من النصف بقليل لكن نجبر هذا فهي كيلوين ونصف ولذلك هذا الكيس الذي فيه عشرة كيلو يجزئ عن أربعة يجزئ عن أربعة هذا الذي ظهر لي والله أعلم في تحقيقي الأمر ترجمة نانسي قنقر